فالانجيل هو كلمة الله صح والشيء الثاني اللي لفت انتباهي من خلال الآية بولوس الرسول بيتكلم أو بيكتب لكنيسة روميا وما قالش العبارة أنا أفتخر بالانجيل قال أنا لست أستحي بالانجيل يعني كأنه فكرة صادمة وعاوز يوصلها بغض النظر في خطر أو غير خطر هذا الانجيل اللي أنا بآمن فيه مش لا أستحي بهذا الانجيل كتير حلو الفكر اللي طرحته أو السؤال السيس نيزار على بساط البحث لأن في مكان آخر بيقول لأه لا أستحي بصليب المسيح من افتخر فليفتخر بالرب ومحل بيقول أنه الصليب هو مكان افتخره هون ليه بيقول لا أستحي كشخص يهودي هو انتقل من اليهودية إلى المسيحية عندما قابله الرب على طريق دمشن فأنا كيهودي أصرت مسيحي لن أستحي بهذا الانجيل لأنه سبب خلاصي نعم فمن المسلمات كشخص يهودي هو أن يقول هذا الكلام وهذا الكلام كلام تحدي نعم وكلام يعني يشير إلى موقع بولوس في خلاصه المبارك يلي اختبروا بولوس الرسول بقوة معجزية يعني نعم لما نغير الرب على طريق دمشق فأنا ما بستحب الانجيل نعم ولا بستحب الصليب ولا بستحب الصليب وقال إن كلمة الصليب الصليب عند الهالكين جهالة نعم أما عندنا المخلصين فهي قوة الله قوة الله ونكرز بالصليب عثرة اللي اليهود كانوا بيعتبروه عثرة صح إنه شخص يموت على الصليب فعم بقولهن اسمعوا أنا هذا اللي هو عثرة أنا لا أستحي بانجيل المسيح صح شكرا